بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان ويوم جديد وستيد الأحلي صراحة في البداية نادي الأهلي بمجلس إدارته بقيادة الكابتن محمول خطيب وكل العاملين وحتى قناة النادي الأهلي وفات الكابتن أحمد رفعت أحد أكبر رموز نادي الزمالك عبر تاريخه وكابتن أحمد رفعت من الشخصيات اللي كانت مخترمة جدا من الشخصيات اللي كانت بتحب نادي الزمالك جدا أحد أهم رموز نادي الزمالك حينما كان لعبا وأيضا كان له شوت كبير جدا في مجال التدريب سواء مع نادي الزمالك سواء مع نادي مزار عديني سواء مع نادي المقاوني العرب سواء مع نادي المنصورة كان له تجربة فيه عدد كبير لا بأس به من أنديت الدوري الممتاز يعني ربنا يرحمه ويغفر له زنبه ويعظم أجره وربنا يلهم أهله الصبر والسلوان واحدة من الرموز وزمن الفن الجميل للكرة المصرية نؤكد نعينا لوفاة هذا النجم الكبير أكمل كلامي مع حضراتكم النهاردة كان فيه كابتن محمول خطيب كان فيه مقابلة مع معالي وزير الرياضة الدكتور خالد عب عزيز كانت طبعا المقابلة لتتضمن أن كابتن محمول خطيب وستطبعا معالي وزير أول مقابلة ما بينهم عقب فوز وتولي كابتن محمول خطيب رئاسة نادي الأهلي كان فيها تهنئة من جانب الوزير وأيضا فيها بحث سبل التعاون ما بين طبعا وزارة الشباب الرياضة والنادي الأهلي نادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا ونادي القرن وأكبر أندية الكرة المصرية وبالتأكيد التعاون لما يكون فيه تجاوب ما بين وزارة الشباب ورادة بيبقى شيء مصمر للغاية. أيضا كان فيه كلام وحوار حول التدابير اللي هيخدها النادي الآلي مع وزارة شباب الرياضة من أجل مباراة أتليتيكو مدريد الودية. اللي من أجل السلام طبعا لها ترتيبات خاصة. وأيضا عدة ملفات للنادي الآلي داخل على بطولة أفريقيا. إن شاء الله هنقول لحضراتكم على موعيد النادي الآلي وبدأته في بطولة أفريقيا. والعديد من الأمور. وكان فيه أيضا جلسة كانت بالأمس ما بين الكابتر محمول خطيب ومهان ساني بوريدا. رئيس مجلس دارة اتحاد الكرة المصري. ونفس الشأن. النادي الآلي مع الكابتر محمول خطيب. بداية عهد جديد. لازم يبقى فيه زيارات لكل الاتحادات والهيئات المختصة على رأسها اتحاد الكرة. وأيضا وزارة الشباب والرياضة. من أجل تباحث ملفات النادي الآلي. سواء في كرة القدم. وأيضا في الرياضة المصرية. مع وزارة الشباب والرياضة. وده شيء مهم جدا. ويجب أن يكون متكرر. لأن طول ما فيه سبل تعاون. كل طول ما فيه المنظومة مشية بشكل منتظم. ما بقاش فيه مشاكل من أي جهة من الجوانب. خاصة النادي الآهلي على أي صعيد. هو اللي بيمثل العمود الفقري لكل المنتخبات المصرية. سواء كرة قدم. أو سواء الرياضات الأخرى. الألعاب الأخرى. هتتكلم على تنس. وطيرة. وسباحة. وكرة يد. وكل الألعاب الأخرى. حتى النادي الآهلي دخل سكواش في الكراتي. كل الألعاب. كل الألعاب النادي الآهلي هو العمود الفقري لكل منتخباتنا الوطنية. فبتبقى مهمة جدا جدا. كلموا على وديت أتلتكم مدريد. المقرر يقامتها. إن شاء الله يوم 30 ديسمبر المجبر على ملعب برج العرب. ودي هتبقى يعني لها استيل خاص للشهداء. طبعا من أجل السلام والشهداء. في الفترة اللي فاتت. فاتت قدمت تضحيات كبيرة جدا من أبنائها. سواء من الجيش والشرطة. وأيضا من المواطنين. وكل دول فداء الوطن. وفداء مصر. يعني كانت فكرة كويسة جدا في هذه الفترة. إن برضو تنشيط السياحة. ويبقى فيها نجوم كبار زي أتلتكم مدريد من أكبر الأندية الأسبانية. أتلتكم مدريد من الأندية اللي فرض نفسها على الساحة بقوة. فرض نفسه على ساحة الكرة. مش بس الإسبانية. على الكرة العالمية. يطلع لك نادي وسط برشلونة وريال مدريد اتنين من أكبر الأندية في العالم. أكبر وأكبر وأعظم ناديين في الكرة الأرضية. والناديين الأكثر طبيعية. يعني هتلاقي في كل مكان في العالم ناس بتشجع برشلونة وناس بتشجع ريال مدريد. في كل مكان في العالم. حتى لما بيجي ماتش الكلاسيكو الشهير ما بين ريال مدريد وبرشلونة. يقول لك المباراة الأكثر مشاهدة في العالم. يطلع نادي ياخد منهم دوري إسباني ويبتدي يخش يتفاق في البداية صراحة مشروع تيتكو مدريد من المشاريع اللي قوية جدا وياخد من برسولونا الدوري الإسباني في الأمطار الأخيرة ثم يبتدي يوصل لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ثم يعود ويوصل مرة تاني أمام ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا ده منظومة مهمة جدا فرضت نفسها على كل الأحداث مش بس في إسبانيا ولكن في العالم كله حتى هذا الموسم أتيتكو مدريد لم يكمل مشواره في دور أبطال أوروبا العالم كله أصيب بالزهول لأن إزاي أتيتكو مدريد واحد من الأربعة العظماء اللي دايما متعودين أن هم يشوفوه لا في السيمي فاينال دور قبل النهاية أو في الفاينال موجود في بطولة اليوروبا ليج ولكن هو من أكثر الأندية اللي حصلت على بطولة اليوروبا ليج أو ليوفا كابا بيم سمها الأديم سواء هو أو نادي إجبلية الأسباني يعني منظومة متطورة جدا للمدير الفني طبعا الأرجنتيني ديجو سيموني على رأس هذه المنظومة كمل محاراتكو أخبار النادي الأهلي النادي الأهلي هيواجه الفائز من منانا الجابوني أو ريال كادوجو البوركيني في دور أبطال أفريقيا بإذن الله النادي الأهلي هو ومزنبي والوداد المغربي والنجم السحلي والساندونز كل هذه الأندية الاتحاد الأفريكي الكاف مش هيلعبوا قرر أنهما مش هيلعبوا دور التمهيد ويبتدوا من الدور الثاني أول دور التمهيد هيسارك في مصر المقصة هيلاعب فرقة من السنغال اسمها جينريشن فوت النادي الأهلي هيواجه الفائز من مرة تانية منانا الجابوني أو ريال كادوجو البوركيني منانا الجابوني كان بلعب فيه نجم النادي الأهلي ملك إفونا من قبل وحتكون المواجهات يوم 9 أو 10 أو 11 مارس المقبل ده لقاء الزهاب ولقاء الإيابة يبقى في السادس عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر من مارس القادم ده هيبقى لقاء الإيابة بين النادي الأهلي والفائز من هذه الأندية طبعاً الأندية في الدور التمهيدي ما بتبقاش سهلة يعني خلينا نقدي أمام حضراتكم ترتيبة الاتحاد الأفريقي للدور ال32 اللي النادي الأهلي مش هيشارك فيه هيبتدي يشارك مع الفائز من مونانا الجابوني أو ريال كادوجو الفائز منهم هيواجه النادي الأهلي في الدور اللي بعد 32 دور الستة عشر ودور التمهيدي لدخول في دور الستة عشر لأن النادي الأهلي تصنيفه هو مازينبي والوداد والنجم السحيلي وسانداونس أعلم أنه هما يبتدوا من الدور التمهيدي وده بيوري لك النادي تصنيف الأول على أفريقيا ده اللي بيوري لك النادي الأهلي يوصل لعاله مرحلة في المراحل السابقة طبعاً النادي الأهلي يواخد 8 دورة أبطال أفريقيا ويبحث عن اللقب التاسع اللي كان قريب منه بشدة ولكن الأمور ما كانتش ماشية فيه مصلحة النادي الأهلي شفنا الوداد المغربي ومشركته في كاس العام الأندية المخيبة للأمال أمال حتى جمهير الوداد بأنفسهم أداء هذه للغاية لم يستطيعوا الفوز بأي لقاء خسروا أمام باتشوكا المكسيكي خسروا أيضاً بالأمس أمام أوراوة الياباني بطل دوري أبطال أسيا وكان يمكن أوراوة هو المتحكم في كل مجريات الأمور وكان أداء الوداد يعني محل انتقاد من جمهير الوداد بأنفسها النادي الأهلي مع طريقة لعبه مع الكابتر الحوصل البدري كان ممكن أنه يضيف شكل جميل لبطولة كاس العالم للأندية لأن النادي الأهلي غير أنه من أكثر كان فيه كاس العالم للأندية ولكن في هذه الفترة بيلعب بشكل هجومي بشكل يعجب كل الجماهير على مستوى القارة الأفريقية وأيضاً على مستوى الوطن العربي بالتأكيد وجود النادي الأهلي كان فيه أبو زابي فيه الإمارات كان حيفرق كتير لأنه طبعاً الجالية المصرية هناك حد سواء حرج هتلاقوا الملعب كله النادي الأهلي وهي حيبقى فيه نجاح أكبر لبطولة كاس العالم للأندية كل التوفيق والأمنيات النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا إلا هبتدي ياخد مشاويره فيها خلينا أيضاً نروح عشور خلاص دخلوا في التمرين مرة تانية أعمال بمتحب كان عنده ألام في البطن ولكن شارك النهاردة بشكل طبيعي كانت حسام بدري كان عامل محاضرة للعيبة استمرت لمدة 30 دقيقة كانت حسام بدري من المدربين اللي عندهم ستايل بيحب يشرح كل التفاصيل اللي عبته وده مراراً ومتقراراً حابب أوصله لحضراتكو بأنه ده النوعية الجديدة في كرة القضب الفلسفة الجديدة في كرة القضب في علم التدريب أنه خلاص الدنيا بقيت مفتوحة الكل بقى عنده خلاص سوشيال ميديا وبقى عنده مفتوح على كل الأندية ما فيش حاجة ما بقيت مستخبئة ولكن العلاقة اللي ما بين المدرب والعيبة وأنه خاصة أن أنت بتتمرن فرقة بقوام النادي الأهلي اللي بيبحث عن الفوز في كل المباريات ده محتاج لنوعية خاصة من المدربين وفلسفة خاصة لإنت فلسفتك كلها هجومية والأمام أغلب بنسبة 70% لخمسة أو ممكن أقولك من نسبة 90% من الفرق اللي بتلعب قدام النادي الأهلي بتلعب بتحفظ دفاع إلى حد يبير فالكابتل حسن البدري بيحب يحط كل هذه النقاط أمام لعيبته ويفصل كل تفصيلة صغيرة حتى أمام لعيبته لأن اللي بيشوفه في التمرين هو اللي بيلاقيه في المباريات خلينا نتكلم أن مصر المقصة النادي الأهلي وإلاعب واحدة من أمتع مبارياته كان عنده 14 فرصة محققة على مرمى مصر المقصة لم يكن موفقاً أكيد الكابتل حسن البدري تكلم على التركيز على إنهاء الهجمات كان فيه بعض الفرص اللي كان فيها يمكن شبه تصرع من مهاجم النادي الأهلي وأنا بتكلم مهاجم النادي الأهلي أنا مش بتكلم على روصة الحربة فقط لأن طريقة لعب النادي الأهلي في هذه الفترة غير وجود وليد أزارو كرأس حربة وهو هدافه أصبح عنده 6 أهداف ولكن دلوقتي كرة القدم في العالم ومع طريقة الكاتر حسن البدري الاتنين اللي بيلعبوا جنب وليد أزارو بيعليهم دور كبير جداً وحضروا بحضراته مثال بمحمد صلاح محمد صلاح ده في الدورة الإنجليزية على هاريكين وهو ما بيلعبش رأس حربة فأصبحت خلاص المنظومة اللي من جانب المهاجمين مش هقولك كمان بخلف المهاجمين هقولك بجانب المهاجمين كلها بتحرز أهداف سواء مؤمن زكريا سواء جونر أجاية سواء عبد الله السعيد سواء أحمد حمودي سواء أحمد الشيخ كل اللي بيلعبوا فيه تحت روس الحربة أو جنب روس الحربة فيه النادي الأهلي كلهم بيحرزوا أهداف وهي دي خلاص الفلسفة الجديدة في كرة القدم كان فيه محاضرة فيديو بيتكلم على طريقة لعب نادي طنطا نادي طنطا مع مدير فني جديد وأحد أبناء النادي الأهلي كابتن أسامة عربي مع كابتن ياسر ريان كمدرب عام كل هذه الأمور كابتن حسامة البدري يحب أن يتكلم لأن طبعا دخول كابتن أسامة عربي واحد من أبناء النادي الأهلي وكان موجود فيه طاقم التدريب ليه مارتنيول يعارف أغلب اللعيبة كل إمكانياتها طبعا والكل يعلم ولكن وجودك فيه طاقم تدريبي ليه هؤلاء اللعابين بيدي لك انطبعات أكثر وبتعرف تفاصيل أكثر بالنسبة للكابتن أسامة عربي فالمباراة سواء كابتن خالد عيد اللي حب أنه يترك المهمة أو بالنسبة للكابتن أسامة عربي مش هتبقى سهلة فريق طنطا مش من الفرق الليلة في الدوري خلاص ما بقاش فيه نغمة أن فريق صعب وفريق سهل في الدوري الممتاز طنطا الآن في المركز الخمستاشر وعنده اتناشر نقطة هو متحفز مباراة النادي الأهلي بالنسبة لللاعيبة بتبقى بتمثل أهمية كبيرة جدا لأنه بيبقى شايف أن دي العرض اللي بيعرض فيه نفسه أمام المصر كلها مش بس أمام المدربين بالنسبة لي أنه يحقق نتيجة إيجابية للنادي الأهلي بتبقى حاجة إيجابية فاللاعيبة اللي بتلعب فيه الفرق اللي بتلعب بالنادي الأهلي وخاصة اللي من عاية فريق طنطا بيبقى وبيلعب بقى على أرضه فيه استاد غزل المحلة وده مش استاد سهل على فكرة فبيبقى بالنسبة له الدوافع عالية جدا مش محتاج حتى شح معنوي لأن اسم النادي الأهلي لوحده بيشحن أي حد أنه هو يبقى متقلق ويبضع أمامه فكل هذه الأمور كانت في طريقة كابتر حسام البدري فيه عرض يعني محاضرته النهاردة أمام لعابة النادي الأهلي كلهم على قد المسئولية المراني الجماعي ما كانش شارك فيه متعب وعشور ولكن نزلوا التمرين وكان زي ما حركوا شايفين أدي الشناوي ورامي ربيعة كان عندهم تدريبات تأهلية على هامش المران وخلاص وعلي معلول أيضا بيخش فيه آخر مراحل استشفى عشان يبتدي يرجع لمشاركته مع فريق النادي الأهلي ولكن برضو وجود صبر رحيل وجود حسين السيد وصبر رحيل بهذا الأداء بيبين لك أن قوام النادي الأهلي ما فيش حاجة اسمها العيب بديل ولعيب أساسي يعني الكل اللي بيجي له الفرصة واللي بيجي له الفرصة بيقاتل من أجلها ودي حاجة مهمة جدا لأن في نفس الأمر أنت عندك دلوقتي النادي الأهلي بيشارك فيه بطولات سواء دوري سواء كاس سواء كاس دورة أبطال أفريقيا كل هذه الأمور على أعلى مستوى من الأعداد وأيضا فيه كاس عالم فاللي هتقلق في هذه الفترة وارد جدا 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 أنه يكون في قوام مستر هيتر كوبر عشان يخش المنديال وما محدش عارف يعني دلوقتي ممكن يبقى فيه بعض الغيابات لأي سبب من الأسباب يبقى العيب الجاهز اللي بيشارك بقوة وهو اللي هيبقى موجود في الصورة وكل لعبة النادي الأهلي حبّة بس أنها تكون في صورة النادي الأهلي وكنت بتحدث مع العديد من النجوم ودلوقتي أصبح وجود اللاعب في قوام النادي الأهلي من أصعب الأمور لأن تحتاج الجهد أنا عايز أقول لحراركه أن فيه تأسيمات الواحد بيشاهدها في النادي الأهلي أقوى من مبارات في الدوري الممتاز وده بيدي لك بيعكس لك انطباع القوة والحمية والحماس لداخل تمرينة النادي الأهلي عشان كل لعب من لعيبة النادي الأهلي يحجز مكانه داخل 11 لعيب اللي من قوام الفريق كله يبقى موجود في الملعب وده حاجة بتوريك قيمة النادي الأهلي في الفترة الماضية وأيضا في هذه الفترة وطريقة لعبه الهجومية بتبقى مبنية على أي أساس برضو كانت حصال بلدري تكلم مع لعيبة النادي الأهلي على تدارج بعض الأخطاء الدفاعية اللي دخل أو استقبل مربع النادي الأهلي منها أهداف وده هيبقى وارد جدا إن طريقة لعب فريق طنط هتبقى بتعتمد على الانطلاق في المساحات خلف دفاعات النادي الأهلي النادي الأهلي هي بيلعب بطريقة استراتيجية واضحة إنه بيلعب لقلفوز بيلعب على الاستحواز بيتبرين الكتير ضرب تكتلات الدفاعية بيتقدم ظاهرية الأجناب سواء صبري أو أحمد فتحي أو لو كان موجود محمد هاني الظاهرية الأجناب في النادي الأهلي دايما بيبقوا عندهم الانطلاقات عشان يعملوا العرضيات ودي حاجة بتبقى بشكل إيجابي جدا شفنا مؤمن لما نزل وعمل العرضية اللي كان للبديل باكا جات فيه يعني إيد الحارس والعرضة ورجعت لوليد أزارو كامل منها هدف الهدف دوت بيديلك طريقة وفكر أداء النادي الأهلي في أين هي ناحية ودايما بتبقى للأمانف عشان كده كابت الحصان بدري ركز في محاضرته على أنه يكلم على تدارك هذه الأمور أيضا في تمرينة النادي الأهلي كان فيه تركيز على بعض الفقرات النهاردة يعني بتبقى التمرينة إلى حد ما متوسطة الحامل لأن النادي الأهلي هيلعب يوم الجمعة وصراحة النادي الأهلي في هذه الفترة ولازم برضو نبرز دور الناس اللي بتتعب قوي في التمرين كاتر صاحب البدري عنده بقاله سنتين مشكلة في موضوع توزيع الحمل ليه؟ أن النادي الأهلي بقاله يعني فترة كبيرة جدا ما خدش أنه هو الراحة السلبية للعيبة ما بين الموسمين الموسم اللي فات ما كانش بينته يعني سواء دوري وكاس وبعدين البطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا ثم الدخول فيه الدوري العام الجديد وبطولات كاس مصر النادي الأهلي ما خدش فترة يعني كافية للراحة فاتطر الكاتر صاحب البدري أنه يعمل عملية للتدوير وأغلب تمرينات الكاتر صاحب البدري في هذه الفترة هتبقى على الاستشفاء والاستشفاء تكلم على الكابتن أنيس الشعلالي طبعا مدرب الأحمال البدنية في النادي الأهلي بكابتن أبو العيلة وأيضا أخصائي العلاج طبيعي في النادي الأهلي دور عليهم دور في هذا الموسم ربنا يكون في عضو نادي الأهلي بلعبتش كل أربع تيام الأمور مضغوطة إلى حد كبير يحاول يتغلب على هذه الأمور بتجهيز موضوع الاستشفاء أو الـ Active Regeneration بالنسبة لأي لعيب لأن الأحمال لما بتزيد أنت تبتدي بقى تشوف الضمة تشوف الخلفية وده أمر طبيعي في كرة القدم خاصة مع الجدول مشحون لدرجة صعبة عايز أقول لحرابكم أنها صعبة في كرة القدم الناس هتيجي تقول لك ما هو في أوروبا بلعبه في نفس الأمور بس أوروبا ما عندهمش بطولة عربية دي حاجة الحاجة التانية في عنديها كتير جدا يعني مثلا فريق تشالسي في العام الماضي يكسب الدورة الإنجليزي عشان هما كانش بشارك في دورة أبطال أوروبا عكس الأنديها التانية اللي كانت بتشارك في دورة أبطال أوروبا وبيبقى الأمر فيه منتهى منتهى الصعوبة عليهم إنه إزاي يكملوا فيه كل البطولات بنفس الأداء خاصة إن أنت عندك من اللعيبة ومن القوام الناس اللي ما بتشارك قصدي بصفة دائمة سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب وما خدتش قصة من الراحة وأبرزهم يعني هقدل حرككم مثال عبدالله السعيد دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم الناس تكون متدركاها لأن موضوع الاستشفى وموضوع إن اللعيب يبقى جاهز بنسبة 100% لكل مبارات دي حاجة من الحاجات المهمة عندنا كلام مهم جدا بعد هذا الفاصل أستقبل لايف في كابتن مصر وطبعا أهندية توركا كلها كابتن عبدالزار الساقة أقعدوا تروحوا بعيد مشان نديل إحلى حالية ترجمة نانسي قنقر